هقول أهون على هوا وأجري على الله هل الشخصية المصرية يا جماعة يعني نموذج هل هي مثالية لا في حاجات تغيرات حصلوا عايزين نرجحها كلنا ونتكلم لأنه المفكرين والناس كتير في البلد البلد دي كبيرة جدا وغنية جدا بمترقفيها ومفكريها اطلعونا يا جماعة بأفكار وشاركونا الأفكار يا جماعة احنا بنفتح لكم الباب احنا بنفتح لكم الباب احنا بنترجاكم اطلعوا وشاركوا احنا بنبوس ايديك وطلعوا وشاركوا شمروا وقولوا طلعوا وقولوا طلعوا معنا شرحوا لنا فاهمونا شرحوا للناس انا عندي كان ملاحظة بس ملاحظة بتوجعني من زمان قوي هو احنا يا جماعة مش عايزين نقض على الأمية اللي في مصر عندي 25 مليون أمي ممكن يزيلي شوية قليل شوية ما عرفش بس ده الرقم اللي أنا عرفه يعني ربع المجتمع ما بيعرفش يقروا يكتب دي مصيبة السعودة أصلا دي مصيبة السعودة أصلا هل احنا خلصناها هل احنا احنا عالجناها هل بقيت الناس المتعلمين حلوها المجلس القوم لتعليم الكبار والمجلس الوطن لتعليم الصغار ومش عارفها راحة الأمية وورا وقلم ومراية وخلي بالكم معاي كل الكلام ده فشل كله فشل والدليل انه في عندي نسبة أمية في مصر في مصر اللي علمت العالم كيف يقرأ وكيف يكتب النهاردة مصر فيها 25 مليون واحد 20 مليون واحد 18 مليون واحد دي فضيحة مكتابة الأركان بتخلينا نخجل هل مين من المفكرين من الناس طلع يسأل ازاي نقضي على الأمية ده رقم واحد ليه بدأت بالأمية لأن الأمية هي هي اللي تسببت في الباقي الأمية تسببت في الفقر ما هو بالتأكيد واحد مرش يقرأ ويكتب بيشتغل شغل شغل ايه الشغل على زغال صناعي هاي الشغل على قده فمرتبها على قده هيجيب عيال يا ربها على قده هي هي دائرة خبيثة اتنين الانفجار السكاني احنا كل سنة نزيد اتنين ونصف مليون اتنين ونصف مليون اتنين ونصف مليون في ناس تقول لي يا تي طلع بقى يقول لي يا عم ده دول خير وبركة يا عم دول صروا استغلها يا سيدي المجتمع ثقافته ثقافة استهلاك مش ثقافة انتاج يعني الناس اللي بتولد بدور الاول اكله واشربه وغيره واخنا بنخرج اما حاجة جيب بيت واشتري كذا وعمل كذا واشتري لبس واكل احنا ثقافتنا اتربينا على الاستهلاك مش على الانتاج احنا كمجتمع وانا بقول بوضوع مجتمعنا المصري عنده كارثة اسمها الثقافة الاستهلاكية مش الثقافة الانتاجية عندنا الثقافة الانفاقية مش الادخارية احنا بننفق مش بنا الدخل احنا كمجتمع بنقول احنا كرماء الكرم الحاتمي واجيب اكلة قد كده ويتريمي في الزبالة احنا بنقول نجيب عيال ونقول انه دي عزوة وربنا بيرزق بيرزق كل الدودة في الحجر كل ده احنا عفظينه لكن الواقع بيقول غير كده بيقول ان احنا كل سنة فيه اتنين ونص مليون يعني كل سنة عايز مدارس قد ايه ومستشفات قد ايه واكلة قد ايه وشربة قد ايه احنا نهاردة بقول اتنين كفاية بنقول اتنين كفاية ولابد من الدولة تاخد اجراءات ولابد من المشرعين ياخدوا اجراءات اجراءات حاسمة لانه فعلا يا جماعة احنا نهاردة مية وستة مليون مية وستة مليون ده شيء ما عمديش موارد ده على الاقل المية قد ايه احنا بنجي نفسنا الكلام اللي بقوله ده اسمه حقائق مزعجة انا عارف كلام مزعج افضل من الاكاديب المريحة انا مش اقولك الدينة تمام واحنا اغنى دولة واحنا واحنا اديك شايف اديك شايف الحمد لله كل الامور واضحة وقد نكون وصلنا الى هذه المحطة من اجل ان نصحح ونصلح احوالنا ونأخذ قرارات حتى لو كانت مرة انا بقول تاني دون ان يكون هناك وقفا لنزيف السكان لن يكون هناك اي اثر لاي اصلاح اقتصاد انا بقول بوضوح شريط جدا وانا بقول ان احنا على اعتاب تغيير حكومي فيه طبعا فيه تغيير للحكومة المصري قادم خلال يعني وقت قليل هيكون فيه تغيير انا شايف انه التكليف الرئيسي للحكومة القادمة هو موضوع السكان موضوع زيادة السكانية يا جماعة قبل ما اقوله قبل ما اقوله وزير المالية عايز موارد وقبل ما اقول عايز تصدير وقبل ما اقول عايز صناعة انا اجيب المسؤول اللي هيقل في الحكومة ولا احد المسؤول فيه اقوله احنا عايزين اجراءات لوقف نزيف هذا الانفجار السكاني احنا قلنا نقدر نعيش بربعمية كل سنة نقدر بفي توازن لانه عندي كارثة انا عندي كارثة حقية اسمها زيادة السكانية طبعا كلامي مش هيعجب الكثيرين من الناس اللي هم بيلتخدوا الكلام ويقولوا ان انتوا بتعلقوا شماعيتكم على السكان بقول لا احنا شوف احنا فين تركيا كان تركيا يعني يعني كانت الدولة العثمانية وكان كم سكان علي تمانين يمكن ولا قال شايد احنا قدي اليونان عشرة مليون اليونان عشرة مليون 11 مليون ناسة مليونان اليونان جالها مساعرات من الاتحاد اوروبيا حولت 320 مليار ساعة الازمة الاقتصادية عشان يعوموها وعوموها احنا يا جماعة بنزيد اكتر من اوروبا كلها احنا مش فالحين غير في زيادة السكان احنا الدولة يمكن الاولى في العالم في زيادة السكان احنا شيء غريب احنا المشكلة ان احنا متخدرين مش حاسين مش حاسين بالازمة وبناخد الموضوع موسمي نقول كلمتين على زيادة السكانية كلمتين على الامية كلمتين على اللغة العربية في الموسمة كلمتين وخلاص ده اللي احنا بنقوله ده اللي احنا بنقوله احنا عندنا بنلاقش المسائل ونفتح الملفات بشكل موسمي انا بقول تانا اوه يجب ان يظل ملف الامية وملف الزيادة السكانية وملف الثقافات البائدة البالية الثابتة الراسخة الخاطئة لا بدنا هنفتحها أنا باقولها عندي ثقافة أنا آسف يعني مع التدين الشعب المصر متداين مين لئا لك الشعب المصر المتداين مين قال لك التدين تحول اتباعا إلى تدين ظاهر التدين ظاهر أنا بقولها عايز بقى حد يعمل دراسة أنا متدين ماشي عم يعمل دراسة وشوف لي متداين من خلال دراسة علمية حقي وروح شوف لي القضايا قده إيه روح شوفني القضايا في المحاكم قد ايه ما هو لو فيه تداين حقيقي هيبقى فيه تسامع حقيقي هيبقى كل واحد يدي حق زميله يحب زميله مابقاش في قتل المجتمع نفسه بيفرز قد ايه قضايا انا معرفش طب المجتمع نفسه بيفرز قد ايه جرائم انا برضو معرفش المجتمع ده المتداين بيفرز قد ايه جرائم وقد ايه قضايا وبيستهلك قد ايه جراء التقاضي وبيكلف الدولة قد ايه ما هو ده يا جماعة هو ده يا جماعة لو انا عايز امص من فوق قاعدة بنات الدين لارقام دي المجتمع المية وستة مليون فيه كام حال الطلاق فيه كام حالة زواج فيه كام فرح فيه كام نابغة فيه كام عالم فيه كام فيه كام كل الحاجات ده بيزن نقولها عشان نعرف احنا في اين بس انا بقول مشكلتي مش عايز اغشف تفاصيل مشكلتي الرئيسية هو الخلفة من غير حساب الانجاب من غير حساب انه كل واحد والمشكلة مين بيخلف اتنين بالكتير ثلاثة لكن الناس اللي هما قاعدين في العشوائيات اللي كانت عشوائيات او الناس اللي هما مش متعلمين او الناس اللي عندهم افكار خاطئة او الناس او انا قلت قبل كده فيه حاجة اسمها الانجاب الانتقامي فيه ناس بيقول الدولة دي مش عايزة خلفا احنا هنناكي في الدولة وانكايدها فيما يسمى اسميت وانا بالانجاب الانتقامي بينتقم من الدولة كل ده يا جماعة موجود عايزين الحكومة القادمة تتخذ وتضع لنا إجراءات عملية وحاسمة وقاسية وتشريعية لمدة من الزمن احنا مش زي مش اقل من الصين عملت هذا الكلام واعرت فترة طولها جدا وفي الاخر قلت اللي عايز يخلف يخلف لما حصل عندهم انقلاف سكان الشيخو غزارت والشباب قال يا جماعة خلينا نفكر بشكل مختلف وانا بقول تاني الحوار الوطني اللي هو مزمع عودته مجددا موضوع الازمة السكانية لما نجي نفتاح اقولك ايه انا زيادة السكان كل كم ثانية بيطلع مولود واحنا كذا والمدارس عايزين والمستشفات قد ايه كل ده عارفينه كل ده حفظينه احنا حفظين المشكلة وتوصيف المشكلة وحلول المشكلة لكن انا لم نبدأ الحل ما عرفش ليه يعني اي حد يتكلم على الازمة السكانية بيشرح ويقول لك كل كم ثانية بيحصل مولود وعندنا محتاجين كم مدرسة وكم فصل وكم مستشفة وكم سرير وكم شقة وكم 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 وينكد علينا ونسكر طب ومعدين الحل ايه الحل ايه انا بقوله هو بقول لكل المسئولين عن الحكومة المصرية وبقول اعتقد ان هو ده ده تابع ليه لوزارة الالصحة والسكان والدكتور خالد الغفار اعتقد من من اكفى الناس اللي بيعملوا بالطريقة علمية بيشتغلوا بالطريقة علمية وقراءات علمية وليجان علمية هيزين حلول هو طبعا مش وزارة لوحدها ده محتاج تشريع لانه محتاج قوانين محتاج اجراءات لن يكون الوعز مفيدا في هذه المسألة وانما لابد ان يكون هناك اجراءات وانا معرفش انا الموضوع ده يا جماعة هو لب الموضوع لب القضية وهو بيت القصيد اللي هو زيانة السكانية مش زيانة ده انفجار سكاني لابد ان يكون فيه اجراء حقيقي واجراء معرفش انا تعمل ازاي انا مش مشرع لكن بقول الدولة لابد ان هي تواجه خلاص الحكومة القادمة رئيس الحكومة القادم ايا كان اسمه ورسمه لابد ان يضع قضية الانفجار السكاني على جدو الاولويات واحد يقول لي يا عم تليه ما ترحك تشوف الدولة الاول يا سيدي والله كله مرتبط ببعض والله كله مرتبط ببعض الدولار بالاستهلاك بالتصنيع بالتصدير بالثقافة كله كله لا يتجزأ واللي بحاول يجزأ مش هينجح هي نظرة شاملة على الوضع في مصر كله على الوضع